في هذه الزيارة برزت كثير من الملامح التي تتعلق بكيفية تعاطئ السياسة الأمريكية والإدارة الأمريكية مع المنطقة العربية يعني هنا اتفقت الإدارة الأمريكية على أن يكون سياستها واقعية بعيدا عن المثالية نعلم أن جون بايدن في بداية تسلمه أو قبل أن يأتي البيت العبيض كان له مشروع وعمل وتحدث به وبرامج انتخابي وأكد على جانب جوانب مثالية كثيرة وخاصة فيما يتعلق وأشر إلى كثير من هذه الجانب في علاقته مع الدول الخليجي العربي والمملكة العربية السعودية والموقف من اليمن لكن بعد سنتين من هذا البرامج الانتخابي ومع هذا الأقوال ماذا كانت؟ هل كانت السياسة المثالية التي بشر بها بايدن في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط أم الواقعية؟ أنا أرى أن الواقعية التي فرضتها ظروف الإدارة الأمريكية والظروف السياسية التي أدت إلى أن يتوجه الرئيس الأمريكي إلى المنطقة العربية ويعقد اجتماعات موسعة وحوارات لما آلت إليه الأوضاع السياسية وإلى التطورات فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وموضوع حاجة الولايات المتحنية إلى الطاقة وإلى الغاز وإلى الموقف جدي وصريح من عملية كيفية إغراق السوق النفطية بالإنتاج النفطي أو عدم العمل على تصاعد في أسعار النفط خاصة وأن هذا بدأ يضر بمكانة الرئيس الأمريكي في المجتمع الأمريكي نحن نعلم أن هناك طوابير كثيرة من الأمريكيين بدأوا يقفون للحصول على الطاقة وأن سعر اللتر بدأ يصعد إلى 5 دولار وأن تضخم المالي لأول مرة في الولايات المتحنية الأمريكية صحيح إلى 9.1 هذا لم يكن في السابق موجود هذه النقطة المهمة التي أرى أن الواقعية التي فرضها من فرضت خمس جهات رئيسية في الإدارة الأمريكية على الرئيس الأمريكي وهي أولا وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية والمجلس الأمن القومي هذه كانت وبالتالي أيضا فرضها عليه الواقع الذي يؤمن به في توجهه نحو المنطقة العربية إذن عندما نقول بهذا على بايدن أيضا والإدارة الأمريكية أن تبتعد عن سياسة التجديد أو الاستعادة هم يتكلمون سنجدد سنعيد لا الولايات المتحنية تنظر أن المنطقة تغيرت عبادها السياسية هناك فهم وهناك وعي وإدراك إلى المرحلة القادمة والمراحل التي تشكل مستقبل المنطقة لذلك أنه الآن على الولايات المتحنية أرادت أن كما يقول الرئيس الأمريكي أن تعيد مكانتها إلى منطقة الشرق الأوسط وتمنع الصين والروس إلى الإتيان إلى منطقة هذه والاستفادة منها وتعرض المصريح أن تتبع سياسة جديدة وتصنع سياسة جديدة وبالتالي عندما نكون أمام هذا المؤلم العطف يجب أن يعلم البايدن أنه استمع من السعوديين من المملكة العربية السعودية أنه شعار أو مبدأ النفط مقابل الأمن أصبح ليس قائمنا الآن في الرؤية السياسية القادمة للمملكة أو حتى الدول الخليج يعني دائما كان الرؤساء السابقون الأمريكان يقولون نحن نحقق الأمن لهذه المنطقة مقابل دعم الطاقة وموضوع إعطائنا الطاقة بالأثمان التي نريدها إذن هذه السياسة الجديدة التي تتبع هذه كلها ستؤثر طبعا بشكل كبير على موضوع مكانة الرئيس الأمريكي وكذلك مكانة الحزب الديمقراطي الذي ينتسب إليه في الانتخابات القادمة وهي مجلس النواب والشيوغ وأنا أرى هنا أن عملية الآن الاستبيانات التي تمت خلال ثلاثة أيام السابقة وبعد عودته بيّنت أن هناك أكثر من أربعين ولاية ليست معه أربعين ولاية يعني نحن نتكلم عن أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي لا يرغب بوجود بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة